سيدنا اكيد اليوم فيه موضوع عم بيهدد امن الاجيال والمجتمع بشكل عام هو موضوع الاختصاب شو نظرة الدين لهيدا الموضوع اول شي الاختصاب بسمو على الجزء شي غزوا عن الاخرين نعم لما واحد يغتصب برنيتوت الثاني سرخة وتعدي كيف بالاحرى اذا مس شي في حياته اللي بتقيم شخصيته او بتذله نعم مرفوض ليس دينيا حتى انسانيا هذه كانت شريعة بنات لوت ابن اخوه الابراهيم ابو الاجيال نعم اهل سادوه وعمورها بصوا بالكفر والليحاد اللي هلا البشرية مارستو لكن كانت ممارسية لهل نوع من اعتداء على الناس نعم قال ليش لما قال لهم الله لعاية لتلوت ما يلتفت حدا للوراء نعم المرأة حشورة استمعت سلازل صواعق ايه وبرمت وشتا تشوف شو صار لانه كسرت البصية اللي احولها الى عمود من ملح نعم نحن بسر يعني ما نقول البحر الميت نقول يمثو طلوت يعني بحيرة طلوت نعم لماذا تقولوا هايك ايه يمثو هذي هال حالة اللي صارتها احترقت بالنار نعم وهانه النار حولت المياه من عمق الارض وسكونت هال وحيرة الصغيرة نعم ايه صارت البحر الميت يسمو اسرين يمثو طلوت نعم ايه شو بتابدين المسيحة لحسن فاذا ممنوع عند اليهود الشعب العادل القديم كان عندهم الوصايا واحدة من الوصايا الوسخة لا تزني مع انه بالنسبة للطبيعة البشرية الزين عن موضوع طبيعي هو ليش لانه الخطيئة تجي من وراء الممارسة نعم فواحد قبل ما يتزوج يحرضو يستعمل المنكر فيستعملو يكون متر لان الوحي يقول لا تزني ما هي متفرقات هذا الزينة سيدنا الزينة هو ماذا تحديدا بين رجل متزوج وامرأة متزوجة يكون موين بفعل الخيانة مو بس المتزوجة او المؤزة صح اذا اي انسان يستعمل الاخر بالزينة يعني المرأة الاختصاب اصعب من كل هذول يعني الشريعة اللي الله هي الله لعن بنات لوط لانه مارسوا ما ليس بالطبيعة مقبولا مش بالطبيعة البشرية صح طبيعة ما فيها هيك شي نعم اي ماولي انه بده احبوا يعني مارسوا لا هذا الزينة تعدي على الجسم البشري اللي ما قلو صلاحي لأحد ان يمسه نعم إلا بالحلال شو الحلال بالزواج بالزواج صح هذول قالوا خافوا على الجنس البشري ان ينتهي لينظنوا انه هذا الحريق اللعنة اي بده تاخذ الاجيال كله فقالوا بنا خلي ابي ابوهم يعني يكون الو نسل نعم قال سكروه للوط شوف الشرير سكروه للوط وجوا البنتين كانت وتنتين نوبوا عليهم وأنجبوا ولازلتين بنا اكيد لو على غريبة كمان نص المصيبة و هذا رجل مع بنته نعم ها من المحرمات طبعا ليس محرمات بالدين محرمات بالطبيعة البشرية ستقول يعني مثال صاروا للعنة وبعضين في رسالة روميا الصحة رسالة روميا لبولوس رسول يحكي على الزنا مربولوس نعم ذكور بذكور وإناد بإناد والله الأشياء اللي نسمعها الأيام هايدي مستعملة اللي كانت قبل يسوع وأيام يسوع إلى اليوم سلة بسبب المعرفة وبسبب السهولة في الممارسة ازدادت وانتشرت وبدت تكون سبب لحريق الإنسان حريق البشرية البشرية بشرية تحترق هيكي لهذا الاغتصاب ما هو بس ممارسة سيئة بل يعني انعدام ايه الصلاح في حياة الإنسان وهو صغير فهو سيزني والذين زنوا سيقولون للآخرين وجيل يتعلم جيل